أنت في كل التب؟ فاستند دراسيها تبدأ وتعال أقول لك على الأفضل تكاثر الأونلاين عشان تسمعهم أول حاجة نبدأ بالأناتومي مع دكتور سامح غازي هتلاقي على القناة محضورة لشرح مادة الأناتومي ومادة البثولوجي وما تنساش دكتور وهدان وطريقة شرحه المميزة وطبعا في مادة الإمبريولوجي عندك دكتور دعاء وهتلاقي دكتور أماني حمود شرحة معضية معينة في الأناتومي بأسلوب مميز ونيجي لمادة الفيسيولوجي وطبعا لازم تجرب دكتور ناجي سكندر وفي مادة الهيسيولوجي عندك دكتور إيمان نبيل شرح معظم السيستمز والموديول ونيجي لمادة الباثولوجي طبعا لازم تسمع دكتور إيمان خالد وما تنساش برضو تجرب دكتور عبد الرحمن خليل ونيجي لمادة البرستولوجي وطبعا لازم تسمع دكتور نوها بالصبع المميز وشرحها المبسط وفي مادة البيو كيميستري فاتفرج على محاضرات دكتور ولاء سرحان أما في مادة المايكروبيولوجي فاتفرج على محاضرات دكتور هانادي ونيجي لمادة الفرمة وطبعا عندك دكتور عبد المتعال فودة طب بلطب وما تنساش برضو تجرب شرح دكتور أحمد عبد الرحمن وما تنساش تشوف كانت دكتور إسلام خلف هتلاقي فيها شرح المعظم الموديولات والراويندات وما تنساش تشوف قناة نينجا نيرد هتلاقي فيها شرح لمعظم سيستمز وموديولات الأكاديميك وما تنساش تعمل لي فولو وتشوف فيديوهات دكتور يوسف كمان وبس كده ما تنسوش تدعو للدكاترة اللي منازلين فيديوهات شرح مجانية وتعابنين معنا طول السنة والساني فيديو جديد أنا دكتور يوسف والسلام عليكم